السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة شديدة حلقة لي محولة واحدة خاصية لدلا فيسبوك خاصية من خلال لا يمكن الفيسبوك أن يعرف عنك الكثير 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 يعني أكثر من نفسك ويجب وأنصحك بإيقاف هذه الخاصية حالا إذن دعونا تعرف على هذه الخاصية اذهب إلى مني هنا انقر على 16 اذهب إلى أسفل القائمة وأنقر على هنا off facebook activity انقر عليها إذن هنا إذا قمت بالنقع على manager of facebook activity سوف تظهر كل المواقع التي قمت بزيارتها إذا هنا سترى المواقع التي قمت بزيارتها سوف تظهر لك انظروا معي انت المشاط المشاط يتم مراقباتها من facebook ويتم تخزين هذه المعلومات كلها هنا 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 يمكنك كل المواقع التي قمت بزيارتها انقر على clear story هنا سوف يتم مسح كل يعني تمسحها إذا سوف نقوم ب قفل هذه الخاصية سوف أشرح لكم العديد من الأشياء اذهب إلى more options وانقر على access your information هنا سوف تجدوا جميع المعلومات حول posts photos and videos comment تعليقات lights and reactions friends following and followers لمساج لتقوم بلزيفين مو profile information pages يعني كل المعلومات حول نشاطها مثلا إذا ذهبنا مثلا إلى posts your posts مقار هنا سوف تجد جميع البوص التي قمت بنشرها أو شير يعني قمت لمشاركتها لفوتو and فيديو مثلا التي قمت بنشرها إلى أخير likes and reactions friends following and followers لمساج لغوب profile information pages يعني كل هذه المعلومات تجدها هنا يعني مثلا نذهب إلى information about you مثلا إذا ذهبت إلى location location story مثلا ستجد جميع تجد و تجد و تجد أي أي نذهب قمت بقفل هذه الخاصة سابقا هنا إذا لم تكن قمت يعني بقفل هذه الخاصة سوف تظهر لك جميع الأمكان التي قمت بزيارتها أو التي كنت فيها تجد إذا نرجع إلى الموني و نقع على more options أيضا نقع على manage future activity وهنا سوف نقوم بقفل هذه الخاصة التي تحدثت عنها نقع على manage future activity هنا future of facebook activity قم بقفلها يعني قم dis activity turn off الآن فيسبوك لن يستطيع معرفة المواقع التي تقوم بزيارتها أيضا أصدقائي يمكنك هنا download your information هنا يمكنك تحميل معلومات ذاته يمكنك تحميل معلومات حول posts photos videos و كمانتر كلها يمكنك تتوصل بها عبر ريديك الالكتروني أو اه او 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 ستسألوني لماذا فيسبوك يقوم بتخزين هذه الأشياء او او اولا يجب ان تعرف ان انت المنتوج للفيسبوك يعني انت ارد بروضوي فيسبوك يعني فيسبوك تستفد منك مدام ان فيسبوك اعطيت هذا انت هو عفوا الفيسبوك هو انت هو المنتوج دياله يعني انت هو منتوجه انت بخضوة دياله يعني فيسبوك تستغل هذه المعطيات ديالك عندما تدخل مثلا الى مواقع الالكترونية مثلا تذهب تريد البحث عن البساء او احدياء رياضية فعندما تدخل الى فيسبوك ففيسبوك اوتوماتيكمو يظهر لك الاعلانات يعني الخاصة بهذا الاحدياء الرياضية او الملابس الرياضية مثلا النساء التي يشاهدنا فيديو الطبخ او وصف الطبخ فعندما تدخلنا الى فيسبوك ففيسبوك يقوم باظهار نتائج او اعلانات حول الطبخ مثلا تريد مثلا تعلم اللغة الانجليزية فعندما تدخل فيسبوك ففيسبوك يقوم باظهار كل اعلانات خاصة باللغة الانجليزية كما قلت لكم هذه هي حلقة اليوم يعني انت باش تعرف انت منتوج خضوي بالنسبة لفيسبوك لان فيسبوك لا يمكن ان تستعمل فيسبوك مجانا ولا تقوم بدفع اي درهم ولكن فيسبوك يستغل معطياتك ليبيعها مقابل الاعلانات يعني يظهر لك اعلانات تخص محط اهتمامك مثلا انت مهتم بألبسة رياضية او بفنطبق او تريد تعلم لغة انجليزية او الى اخره انتمنتون هذه حلقات الحلقات انتون عجباتكم لا تنخلوش عليها بالاشتراكي على قناتي في اليوشيب و لا تنسوا تفعل جرس الاشعار و الى اللقاء في حلقات مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة